موسيقى اهلا بكم مشاهدين وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا الجمعية المصرية لالتهاب الامعاء المناعية وحملة بنحب الحياة تواصل فعلياتها برعاية شركة جونسون مصر بالتعاون مع جمعية مناصر التقمرضة الالتهاب الامعاء المناعية حيث شهدت القاهرة مؤتمرا صحفيا اقامته الجمعية المصرية لالتهاب الامعاء المناعية برعاية شركة جونسون مصر الذراع الدوائي لشركات جونسون ان جونسون العالمية والرائدة في مجال الامراض المناعية وبمشاركة جمعية مناصرة مرضى التهاب الأمعاء المناعية الأولى من نوعها في مصر يأتي ذلك المؤتمر الصحفي ضمن الفعاليات الممتدة لمنذ ما يقرب من عامين لحملة بنحب الحياة اللي بتهدف إلى التوعية بأمراض الأمعاء المناعية زي مرض كورون ومرض القولون التقرحي والتوعية بأعراض تلك الأمراض وأهمية التشخيص المبكر لها وكيفية التعايش معها وكمان بتتيح الفرصة للمرضى للتعبير عن احتياجهم خاصة من بعد إنشاء جمعية وتشمل الحملة التوعوية بنحب الحياة أنشطة متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي شهدت إقبالا كبيرا من المؤثرين والشخصيات العامة على مدار الأشهر الماضية وحتى الآن وصلت هذه الحملة إلى ملايين مواطنين المصريين والعديد من الناس في الوطن العربي من خلال فعالياتها المختلفة تفاصيل أكتر عن الحملة في التقرير اللي جاي نحن النهاردة بهدف حملة بتدعم مجود سنين طويلة جداً للجمعية والشركة الاستراتيجية اللي بيسمونه الشركات المؤمنة بأفكارنا وبفكر الجمعية واللي بتدرس المرض نفسه واحتياجات السنة ولما أتكلم عن أهداف الجمعية بأتكلم عن 3 أو 4 نواحي الأول زي زائية جمعية برفع كفاءة الدكتور في التشخيص والتدريب والعلاج بمجهودات رهيبة جداً ومؤتمرات متعددة ومراحل جوه كل المؤتمرات بتاعت الجهاز الهضمي ثم التوحد في الفكر إن إحنا نبدأ نعمل مؤتمرات خاصة بالمرض وتدريب خاصة على المرض منفلد ودي الحمد لله تمت على خير والدليل إن إحنا النهاردة في حملة معناها إن العدد زاد معناها إن إحنا عايزين أكتر وأكتر ويبقى ده إحنا ويأرجود أجد ذات مومنش يعني كويس إن الجزء التاني أو الهدف التاني كان هدف العام هدف البابليك هدف المجتمعي وده كان يشمل التوعية بالمرض وكيفية تشخيصه وشكاوي في الحقيقة يعني يمكن إحنا في مناسبة سعيدة جداً بالنسبة لنا يمكن إحنا بنجني نتاج التعاون مع شركة جانسون كأحد الشركات الرائدة في علاج الأمراض المناعية وبالذات الأمراض الجهاز الهضمي يمكن إحنا الحملة بنحب الحياة بتارت من سنتين تقريباً وكانت لها دور كبير جداً إن هي بتمس أهم جزء في المنظومة الصحية وهو المريض المريض طبعاً مهم جداً إن إحنا نصل إليه بطريقة مبسطة وإنه نشرح للمرض بطريقة مبسطة بحيث إن إحنا ده بينعكس تماماً على إن إحنا نقدر نشخص المريض بدري ونقدر نعالجه بدري الأهمية بتاعت الأمراض دي إن هي أمراض كالتعوق إن البناء هدم يمارس حياته الطبيعية نظر أن الأعراض بتبقى شديدة جداً في معضل أحيان يعني بتصيب الجهاز الهضمي أعراض تصيب الجهاز الهضمي زي الإسهال المستمر أو النزيف أو الشرجي أو غيره ثم بتصيب بعض الأجهزة خارج جهاز الهضمي زي المفاصل زي العين زي القطة مثلاً ممكن تؤدي في بعض أحيان إن إحنا نفقد البصر في بعض الأحيان وبالتالي ممكن برضو تصيب الكبير تصيب المفاصل وعشان كده لما يكون لعين عنده هذه الأعراض الكبيرة جداً بيحصل له مشكلة إن هو بيبدرش يمارس حياته الطبيعية وبيبقى غير منتج في مجتمع سبب إنشاء جمعية منصرة مرضى الأمعاء المنعية هي جمعيات منصرة المرضى موجودة عالمياً وبيدعمها منظمات عالمية زي WHO والFDA جمعية منصرة مرضى الأمعاء المنعية هي الأولى عندنا في مصر وده بسبب إن مرض الأمعاء المنعية بقى منتشر جداً في مجتمع المصري بقى في حوالي نص مليون مريض متشخص على إنه مريض أمعاء منعية والعدد فيه تزايد والسن ما بقاش مختصر على سن معين لا ده كمان موجود في الأطفال والشباب وكمان الكبر جمعية منصرة المرضى كانت فكرتها إن إحنا المريض الأمعاء المنعية بيعاني خلال رحلته من الكثير أو مش المرض نفسه ده كمان فيه أثار جانبية فيه أثار نفسية كمان إن المريض يحاس إن هو مش لوحده وإن فيه دعم معناوي ودعم نفسي وإن فيه كميونيتي حاسس به ده بيفرق كثير قوي في خلال مرحلة علاجه شركة جانسن شركة رائدة وليها خبرة طويلة في مجال العلاجات المبتكرة للأمراض المنعية اللي من ضمنها أمراض التهاب الأمعاء المنعية وذي بتشمل نوعين مرض الكران وقولون التقرحي الحقيقة نوعين بيشكلوا عبء كبير على المرضى بنجد إن 52% من المرضى بيضطروا لزيارة غرفة الطوارئ من واحد لأربع مرات في السنة على الأقل طبعا ده معدل عالي بيحط تعبء كبير على المريض وكمان على المنظومة الصحية 49% من المرضى اللي بيتم حجزهم بالمستشفيات بيحتاجوا لتدخل جراحي في مرحلة ما ممكن يصل في بعض الأحيان لاستقصال جزء من الأمعاء وطبعا ما يعقبه بعد كده كمان من مضاعفات طويلة الأمد أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا فكرة إهمال خطوة الترتيب أو عدم استعمال المرطب المناسب في روتين العناية بالبشرة بتسهل ظهور مشاكل كتير في بشرة أغلب البنات وبيكون السؤال الشائع أنا بعتني ببشرتي كويس جدا بس برضو لسه بشرتي مظهرها مش صحيح فإحنا النهاردة في فقراتنا حنتكلم عن الترتيب الصحيح والمناسب لكل نوع بشرة مع ضفتي اللي منورني النهاردة في السوديو سي بي سي دكتور هيبة ياسر المستشارة الطبي لشركة IMD أهلا بك يا دكتور يعني خلينا نكون واضحين هو فعليا من زمان الترتيب ثم الترتيب ثم الترتيب يعني حتى قبل الكريمات وكده جدتنا زمان كانوا بيرطبوا إن شاء الله بزيت زتون جليسرين بالزبط أو جليسرين أهمية الترتيب اليوم يا دكتور في حياة أي كائن هقولك مش هقولك ستات بس من الأطفال وهما لسه رد الجفاف بيعمل مشاكل كبيرة جدا والبشرة الجفة عرضة لحاجات كتيرة أكزمة التهابات الكشور بتعمل جروح شيخوخة مبكرة فالجفاف ده فيه مشاكل كبيرة والأطفال الصغيرين فعلا بيعانوا موضوع الجفاف وخصوصا مع البرد الشديد فالجفاف هو أساس لمشاكل كتيرة قوي قوي في الجلد فاحنا عايزين نقي جلدنا من أنه يوصل لمرحلة الجفاف والحكة والالتهاب والكشور والجروح اللي فعلا هي والغمقان لأنه كمان بيبقى سبب من أسباب التصبغات والغمقان طب الترتيب بقى زي ما حضريك قلتي الترتيب ده أساس من زمان بالزيوت المختلفة أو حتى بالجليسرين اللي كانوا جدتنا متعودين أن هما يجيبوا الجليسرين وكمان يزودوا عليه لمون وإحنا مش فاهمين هما ليه بيحطوا عصير لمون على الجليسرين هنفهمهم الموضوع ده النهار ده بقى الجليسرين ومعاه عصير اللمون يا ترى الاتنين دول بيعملوا إيه؟ أنا عندي بقى كريم اللي هو بروش من مكوناته الجليسرين وعصير اللمون ده يعني إيه؟ يعني فيتامين سي اللي اتنين دول موجودين بيعملوا إيه؟ الجليسرين والبنسينول هما ترتيب علي الكسافة وبيعملوا طبقة عزلة ما بين الجلد وما بين الجو الخارجي فبيمنع تأثير العوامل الخارجية في الجلد أو أن الجلد يفقد الرطوبة طب اللامون اللي هو فيتامين سي بقى ده كانوا بيحطوا ليه على الجليسرين لأن فيتامين سي ده بينور الجلد بيفتحه بيبيضه بينعمه زيادة لأنه بيقوي جدار الشعيرات الدموية بيزود تضفق الدم في الشعيرات الدموية فبيخلي الجلد فيه نضارة فلما كانوا زمان يجيبوا إذاست الجليسرين ويحطوا عليها اللامون كانوا بياخدوا تأثير المكونين فالمكونين دول موجودين عندنا النهاردة في بروش كريم وهنتكلم عنهم الجليسرين حللي مشكلة الجفاف وكمان زودوا عليه البنسينول فحللي مشكلة الجفاف من جزرها الكوعين الركبتين الكعوب وكمان الإيدين وأي منطقة في الجسم وفايتامين سي مش بس بينور البشرة لا كمان ليه دور بيقوي دور شعيرات الدموية ومضاد أكسادة اللي بتعمل مشاكل كتير يمكن احنا وإحنا بنتكلم عن الجفاف طبعا مش بنتكلم على الوش بس هو الجسم كله بيبقى أحيانا بيعاني من الجفاف بالذات أن احنا دلوقتي في الشتاء فأحيانا يا دكتور يمكن حضرتك عارفة البنت حتى بتلاقي البنطلون أو الشراب من دور أبيض بالضبط كأنه اللي هو إيه ده؟ هل الشتاء بيأثر أكتر على البشرة الجفاف؟ الشتاء بيأثر وكمان إحنا خارجي من صيف عشان ما ننساش الشمس، حمامات السباحة، البحر عدم استخدام واقع الشمس بصورة كافية اللي تشرب المياه، طول النهار بنشرب المياه الغازية ومشروبات الطاقة متخيين أنها بترتبنا دي فيها كافيين مدير للبول بيزود الجفاف أكتر يعني احنا متخيين أن احنا كده بنرتب جسمنا لأ ده احنا بنفقد قصاد نياه الغازية ومشروبات الطاقة إكسترا كافي نيتد بنفقد قصادها مياه كتيرة جدا جدا عايز أعوضها أعوضها بشرب المياه، أعوضها بالفاكهة الفريش والخضار الفريش اللي مليان فيتامينات واللي بيعوضني ومليان مضادات أكسادة أعوضها باستخدام كريمات زي كريم بروش وهو غني بالبنسينول والجليسرين اللي بيعمل ترتيب عالي الكسافة لكل مناطق الجسم زي ما حضرتك كنت بتقولي الرجلين، الإيدين، الكوعين، الجسم كله، البشرة حتى نفسها هو بيداري أو بيخفف الجفاف اللي في الجسم كله بصورة كبيرة جدا طيب هنا يا دكتور يعني فعلا فيه بنات كتيرة بتقولك أنا بحط كريمات بس إيه هي طريقة الترتيب الصحيحة؟ فيه ناس بتقولك بحط بس ما فيش نتيجة ما هو ما تنسيش الروتين اللي أنا قلته إنتي بتحطي كريم وبتشربي أصاده حاجات غلط بتحطي كريم وبتاكلي أكل مش صحي بتحطي كريم وتتعرضي للشمس دون استخدام واقع شمسي يعني لايف ستايل مش صحي إحنا جايين نوعيهم على نيبقى فيه روتين حياة صحي بنكمله وبنعززه بمستحضرات العناب البشرة المسجلة ومرخصة ومزارة الصحة اللي هي طبية علاجية لكن كمله الدايرة يعني علشان تحصلي على نتيجة إيجابية ونتيجة تبقى مرضية لكي كملي الدايرة وعايزة منك استخدام روش كريم مرتين في اليوم وياريت من بدري ياريت من بنات وهم صغيرين قبل سن العشرين إن أنا أبدأ إن أنا أستخدمه أرطب جلدي استخدام كمان المياه السخنة قوي في الشيطة غلط المياه السخنة جدا في نحن نقسل إيدينا نقسل وشنا كل المياه السخنة دي غلط جدا وفي حاجة غلط أكتر كمان المياه السخنة ومعرفش طال عمودة ولا إيه التلج والمياه السقعة علشان بيزود النظارة مش بيزود النظارة ده بيحرق البشرة زيادة فالحاجات دي كلها الوصفات والحاجات اللي بنسمعها مش صح خلونا نمشي على الحاجات اللي الدكاترة بيقولوها طول عمرنا وهي الصح إن أنا أغسل بشرتي ونضفها ورطبها أرطبها مرة الصبح ومرة بالليل قبل ما نام هحمي بشرتي من كل أثار بقى العوامل الخارجية طيب مرة الصبح ومرة بالليل يا دكتور ده دايما بتوصينا به فيما يخص الوش هل ده برضو ينطبق على الجسم أنه لازم يترطب مرة الصبح ومرة بالليل ولا الجسم بعد الشاور مثلا بالضبط هو مش طبيعي إن أنا قدهن جسمي كل يوم طبعا ده أمر مش طبيعي لكن بعد الحمام طبعا لازم إننا نعمل كده لكن الإيدين ممكن أكتر من مرتين لإن الإيدين هي أكتر عرضة للميا أكتر الست البيت بتستخدمها كتير فوارد جدا إن هي بعد ما تخلص شغلها تحط الكريم مش هيدر أبدا لإنه كل مكوناته طبيعية وده دايما اللي احنا بنأكد عليه فمش هيدر أبدا بالعكس أنا عايزيها تحافظ على جلدها إن الفترة اللي جاية الساعة الشديدة بيوصل للجفاف إنه يعمل تشققات وتوصل كمان لجروح فبتتعبها جدا فإحنا مش عايزين المرحلة توصل لكده طول ما فيه ترتيب عالي الكسافة وطول ما أنا مهتمة بإن أنا أبقى بخليها الكريم في روتين حياتي مش هوصل للمراحل السيئة طيب هنا دكتور يمكن اسمحيلي أسألك فيه نقطة مهمة من ناس ما بتاخدش بالها منها بس إحنا لما بتحصل المشكلة بنركز فيها عايز أعرف التركيبة بتاعت كريم بروش هل هي التركيبة؟ لأنه ستات كتير بعد ما بتدهن جسمها تقولك هدومة بقعت ده زيت لي حكتي فلا أنا مش عايزة فبيبتدوا يدوروا على كريمات تركيبتها خفيفة بيتشربها الجسم بسرعة عشان ما توسخش هدومها ما تبوصش سريع بالذات إحنا بنتكلم على الجسم كله والإحساس الزيت ده أو الإحساس الدهني ده بيبقى ملمسه ومش لطيف أبدا لا هو كريم بروش هو كريم بيز ما بيسيبش أي أثار دهنية على الجلد بيمتصب نسبة كبيرة جدا صالح لكل أنواع البشرة فمش هيداي ملمسه أي حد يعني الملمس بتاعه لا هو أغلب الكريم نسبة كبيرة جدا منه تمتص على الجلد فحتى ترتيبه للجلد مش بيسيب طبقة الزيت أو طبقة الدهنية لا لا بيسيب التلذيق دي خالص حتى أصحاب البشرة الدهنية قدروا يستخدموه هم متطمنين ما فيش أي مشكلة خالص ولا بيسيب أي تحسس للمشرة طبعا ده برضو الكلام اللي حضرتك بتقوليه ينطبق برضو على الأطفال الصغيرين دلوقتي اللي لسه بشرتهم حساسة ومش قادرين يمكن يستحملوا ففكرة الترتيب المستمر للبيبي دي مهم جدا وولادنا بقى الأكبر شوية لهم رايحين الحضانة أو رايحين المدرسة الساعة الشديدة اللي بتأثر على خدودهم وبتخليها تحمر من الالتهاب لا أنا بحط لهم الكريم قبل ما ينزلوا عشان يعمل عازل ما بين البشرة وما بين الجو الخارجي يعني هو بيقوم لي بدور كبير جدا ومهم وهو الترتيب لأن زي ما بقول الجفاف هو أساس مشاكل تانية كتير والست بقى اللي بتدار على النظارة وبتدار على الشيخوخة المبكرة عايزة جلدها يبقى على طول في شباب حفظي على جلدك من الجفاف ما تخليهوش يجف لأن الجفاف ده بيسبب مش بس غمقان ومش بيسبب بس كرمشة الشيخوخة المبكرة بتداي أي واحدة وإحنا دايما بنجري وراء حلم الجمال فحفظي على جلدك من الجفاف باستخدام الكريم أنا بقول مرتين مش أكتر من كده مش هيخذه منها وقت كبير بالضبط يمكن هنا وإحنا بنتكلم على الترتيب يعني اللي عايزين نوصله للناس مش لازم نستنى لما يبقى عندنا مشكلة عشان نستعمل كريم بروش لا هو الترتيب ده حتى لو أنت بشريتك مراية الترتيب ده لازم مكوش نقاش ده في الروتين وزي ما بقول كل مرة كل ما البشرة كانت نضيفة دي أنسب مرحلة أن أنا أستخدم المرتب على بشرة نضيفة مستخدمة الغسول المناسب علشان برضو في ناس بتستسهل الصبون العادي ده بيجفف البشرة زيادة لا أنا في أنواع كتيرة جدا من الغسول موجودة في الصيدليات على حسب نوع البشرة أسعار متفوتة نقدر نحن نجيبها لكن على حسب نوع البشرة غسول طبي مناسب عشان ما نضرش البشرة ونستخدم بعده كريم بروش كمرطب هنحمل وشرة من مشاكل كتير طيب يمكن من الحاجات اللي حضرتك برضو يا دكتور بتأكدي عليها أو من فوائد كريم بروش اللي دايما بتشرير لها هي أنه هو في مضادات أكسدة غير الترتيب ناس كتيرة ما تعرفش يعني إيه مضادات أكسدة هتولك يعني طب بسطيلي أنا عايزة أفهم أنا هستفاد إيه إيه هي مضادات الأكسدة وموجودة إزاي في كريم بروش يا دكتور تمام أكسدة الخلايا يعني شيخوخة الخلايا يعني يبقى خلايا ميتة تضطر الستة أو البنت إنها تلجأ لعمليات التأشير عشان تزيل طبقة الجلد الميت وتحصل على الطبقة اللي بعدها اللي هي النظرة البشرة النعمة فأنا عايزة أحمي جلدي من الأكسدة الأكسدة دي بقى بتيجي منين بتيجي من التلوث اللي حوالينا التدخين الأكل اللي مش صحي اللي تشرب الميا كل عوادم السيارات الإضاءة الشديدة التعرض لحرارة الشمس دون استخدام واقع الشمس كل الحاجات دي بتعمل بتاخد منها زرات الأكسجن بتخلي الخلية تموت عشان كده بدور على ما يسمى مضاد الأكسدة اللي يعمل ضد العملية الأكسدة فكريم بروش يحتوي على فيتامين إي ده من أهم مضادات الأكسدة وفايتامين إي وفايتامين سي التلاتة دول موجودين مع بعض في كريم بروش فبيحموا الخلايا من عملية الأكسدة وإنها تشيخ وتموت بدري ومن إن البنت أو الست تلجأ لعمليات التأشير لأنا عايزة حافظ على عمر الخلايا مش عايزة تشيخ وتموت بدري آكل اللي خليها لها عمر بس أنا عايزة أحافظ عليه لأقصى فترة ممكنة علشان مع الجزش بدري يمكن هنا دكتور وجود فيتامين إي وفايتامين آي وفايتامين سي مع بعض التركيبة دي هل ده بيعزز فعالية الفيتامينات دي؟ طبعا لإن أنا كنت بروح أدور على فيتامين سي الواحده الميكس نفسه بروح أدور على فيتامين سي الواحده وفيه ناس بتعمل حاجات غلط بتجيب أقراص فيتامين سي وتبدأ أنها تستخدمها ودي تحرق الجلد وتعمل تصبغات لأن النسبتها بتبقى عالية جدا بروح أدور على فيتامين إي الواحده وفيه ناس بتعمل الأسوأ بتجيب كابسولات فيتامين إي وتحطها على الكريمات أو أروح أدور على فيتامين إي لا التلاتة دول في كريم بروش بمعايير تحت مظلة وزارة الصحة تحت ركابة دوائية النسب اللي الجلد محتاجها عشان يديني التأثير اللي أنا محتاجه عشان فيتامين سي ينوار للبشرة ما يغمقهاش عشان فيتامين إي يشتغل كمضاد أكساد عشان فيتامين إي يحفز إنتاج الكولاجين فأنا باخد تأثير التلاتة مع بعض فبيدي تأثير ممتاز جدا على الجلد بس أنا عايز أأكد كل مرة على الاستمرار والمدومة على الاستخدام مش من مرة واحدة طبعا طبعا طيب يمكن وإحنا النهاردة وإحنا منتكلم على كريم بروش كده الكلام خلانا يمكن نتكلم على كذا حاجة موجودة في كريم بروش بما فيها البانثينول والحاجات المرتبة والفيتامينات اللي موجودة برضو ما ننساش إن يمكن كريم بروش من الحاجات المنتجات القليلة اللي موجود فيها خلاصة العرق سوس واللناس ما بتعرفش فويده قد إي يعني لو نشر لها كده سريعا يا دكتور قد إي ده مهم في التركيبة بتاعت بروش فيه ناس مش عارفة يعني إيه خلاصة العرق سوس وإيه فايدتها أنها تبقى موجودة في كريم بروش خلاصة العرق سوس لها دورين الدور الأولاني هي بتعمل على إزالة التصبغات وعدم توحد لون البشرة الغمقان اللي حوالين الفم أصار بقع حب الشباب اللي بدأ كل الولاد الصغيرين والبنات أصار الحروق كلف الحمل خلاصة العرق سوس مع وجود حمض الكوجك اللي اتنين مع بعض بيزيلوا التصبغات وبيفتحوا البشرة وبيعملوا على توحد لون البشرة بصورة كبيرة جدا جدا كمان خلاصة العرق سوس فيها دور وهو مضاد للفطريات فبتحمي الجلد من أي عدوى فطريات طبعا خارجية لأن الجلد من الأجزاء المعرضة للفطريات وعدوى الفطريات بصورة كبيرة جدا يعني احنا كده رطبنا قاومنا البقع الغمقى ادينا نضارة للوش وما يكفي من الفيتامينات للبشرة علشان تكون مشرقة كولاجين وإلاستن وحاجات قاومنا التجاعد يعني هو يعتبر احنا بنحق يعني بروش هو بيحاول يسهل على السيد مشاكلها الجمالية أو التجميلية بشكل مبسط وسهل وعلبة واحدة في مرة واحدة ومن السيدلية مش محتاجة ان انت تروح الدوري على وصفات أو صفحات مجهولة المصدر لا دا تحت مظالة وزارة الصحة يعني ما فيش ثقة أكتر ومقود طبعا يا دكتور يعني في كل المحافظات في كل المحافظات في السيدليات ومش أونلاين الصفحة للاستفسارات الطبية مش أكتر ممتاز دكتور هبة ياسر المستشارة الطبي لشركة اي ام دي نورتيني النهاردة صحيتك بالدنيا طبعا مشاهدينا زي ما الدكتور قالت صفحة الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي مع شركة اي ام دي فيها فريق طبي ممكن يرد عليكو على كل تساؤلاتكو الفكرة مش ان انت تروح تشتري اي حاجة من اي حتة او اغلى حاجة او مش كده لا هو فيه ناس هتبقى متواجدة علشان تقولك انت محتاج ايه الطريقة الصحة للاستعمال ازاي توصلوا لاحسن نتيجة ازاي تستفادوا قدر المستطاع من كريم بروش وطبعا هو متوفر في الصيدليات ومرخص من وزارة الصحة واحنا كده كده حيكونينا لقاءات تانية مع دكتور هبا ياسر علشان نتكلم اكتر عن فوائد بروش ومين وليه واش معنى وازاي واحسن حاجة ممكن نعملها علشان دايما نفضل حلوين ومشرقين وسقطنا كده بنفسنا عالية مش الست بس البيت كله لان البيت ده مراية اي ست فاهتمامك بنفسك يعني اهتمامك ببنتك يعني اهتمامك بجوزك فخلي ده في ثقافة بيتك علشان تحمي نفسك وتحمي أسرتك وتخليهم على طول حلوين خليكم معنا دايما على سي بي سي اهلا بكم مشاهدين وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا مرض السكر ومشكلة ضعف الانتصال ممكن يبانوا مشكلتين بعيدين كل البعد عن بعض لكن الحقيقة انه ممكن يكون مرض السكر ليه دور في مشكلة ضعف الانتصال وان حتى العلاج اللي هيخضع ليه مرض السكر هيكون مختلف بعض الشيء عن العلاج للشخص العادي خلونا النهاردة في فقرة ندي نتكلم وبشكل أوسع عن مرض السكر ومشكلة ضعف الانتصال مع ضيفي اللي منورني دايما في ستوديو سي بي سي وستاذ دكتور خالد سالم مستاذ جراحة الذكورة والضعف الجنس وعلاج عقم الرجال بمركز مصر للذكورة أهلا بيك يا دكتور يا أهلا بيك دكتور يمكن احنا في حلقة قبل كده تكلمنا شوية أو حضرتك أشرت لمرض السكر والحقيقة حضرتك قلت يعني نسبة صعبة شوية ان 50% من مرض السكر ممكن يكون عندهم ضعف في الانتصال طيب خلينا نربط الأول بين مرض السكر وضعف الانتصال السكر بسبب ضعف الانتصال من خلال عدة يعني طرق يعني من خلال عدة نقاط يعني له تأثيرات سلبية على آلة الانتصال نمرة واحد له تأثير سلبي على الأعصاب نمرة اثنين له تأثير سلبي على الأوعية الدموية خلاص له تأثير سلبي على الهرمونات وتحديدا هرمون الزكور في تأثير رابع وإن كان ضعيف اللي هو إنه بيأثر على الصحة العامة ككل فبالتبعية بيبقى وما يستدبحها من ناحية مزاجية يعني 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 قدر نقول بيأثر على الجسم ككل وبالتبعية ده بينعكس على الانتصال يعني في تأثيرات محددة إنه بيأثر على الأعصاب الطرفية الأحشائية يعني أنا عندي الأعصاب نوعين أعصاب أحشائية اللي هي بتكنترول اللي هي بتسيطر على المعدة والمسانة والانتصاب والقذف وإلى آخر خلاص هو له تأثير سلبي على الأعصاب الأحشائية له تأثير سلبي على الأوعية الدموية له تأثير سلبي على الهرمونات ولو تأثير سلبي على الجسم ككل بما ينعكس على الانتصاب دول الأربع حاجات اللي ممكن السكر يأثر بهم بتفاصيلاتهم يعني فيهم تفاصيل كتيرة فإحنا 50% من مرضى السكر عنده نقطة معينة بيحصل لهم ضعف الانتصاب 10% من مرضى ضعف الانتصاب بيكتشفوا ضعف بيكتشفوا منه أو بيتم تشخيص السكر منه عن طريق ضعف الانتصاب يعني إزاي يعني مريض يعني حنقول مثلا عندنا 10 مرضى عندهم ضعف الانتصاب 10% منهم يعني واحد منهم يكتشف أنه عنده سكر من خلال ضعف الانتصاب يعني هو رايح يتعالج من ضعف الانتصاب يكتشف أنه عنده إيه لأن لما بتدوره فأسباب الضعف ده بتكتشفه أن السكر بنكتشف أنه عنده سكر فإزان علاقة مرض السكر بضعف الانتصاب علاقة وطيدة وعلاقة مهمة المختصر المفيد فيها يعني عشان إيه ما الناس ما تتخيلش أن السكر حتم حيام ضعف الانتصاب ضعف الانتصاب ولكن أنه هو عدم ضبط السكر والاستخفاف في علاجه لازم يؤدي إلى ضعف الانتصاب يعني دي النقطة كتير جدا من العينين يقولك أسانا عن سكر عصبي أنا بعلجه مش عارف إيه عام الرجيم أنا أسانا السكر عندي بيخد له حباية يعني عايز أقول الموضوع ما بيتم مش تناوله بطريقة صحيحة طيب هنا يا دكتور اسمح لي أسأل أسأل حضرتك أي سؤال ممكن يسأله حد بيتفرج علينا دلوقتي بيقولك طب ما هو السكر أنا عندي مزمن هل ده معناي أن أنا عمري ما هتعالج من ضعف الانتصاب طول ما أنا عندي سكر مش هخيف من الناحية لا 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 هيتعالج هيتعالج بالعكس أنا نصيحتي لمريض السكر أنه هو حتى قبل ما يشتكي من ضعف الانتصاب يعني المفروض أنه هو راجع مركز ذكورة متخصص بحيث أنه هو يقدر يمنع عنه أنه هو خش في هذه المشكلة يعني أحيانا بيبقى جئي لمريض جاي عشان الانجاب يعني شاب وجاي عشان الانجاب وهو عن السكر فهو ما بيشتكيش مجرد أنا يعني ما أنا عاشي كده بيقول إحنا بنتعامل مع المريض ككل يعني ما بناخدوش كجزئية صغيرة هو جاي لي عشان ديت خلاص ما بيش دعو بيه فبسأله أنت بتدخن بيقول لي أوه مثلا مجرد أن أنا أوضح له أن التدخين في وجود السكر ده مأساة يعني السجارة لنفس الشخص وهو عنده سكر تأثيرها السلبي يختلف تماما عن تأثيرها السلبي لو هو ما عنده سكر مجرد مثلا أني أنت توجهه تقول له وقف التدخين لأنه ده حيبق له مشاكل كثيرة معك على انصاب أنت كده بتمنع عنه نخش في ضعف انصاب مع أنه لسه مشتكاش فده من ضمن الحاجات النقطة التانية تأثير الضغط مجرد أن المريض جال له سكر لا خلي بالك من الضغط لأن جزء كبير جدا من التأثير السلبي خلي بالنا من الحتة دي جزء كبير جدا من التأثير السلبي بتاع السكر على الانتصاب من خلال الضغط فلو هو خد باله أنه ما يخشش في مرض الضغط وحتى لو كان في بداياته وخد العلاج ده مش هيدي التأثير السلبي على الانتصاب يعني أنا بدي أمثلة يعني واضح فمش معنى أنه هو مريض السكر أن المرض مزمن أنه هو حيخش في ضعف انصاب ده نمرة واحد نمرة اثنين لا يمكن الوقاية منه نمرة اثنين لوقاية من ضعف الانتصاب نمرة اثنين يمكن الوقاية من ضعف الانتصاب اه يمكن لقارن ضعف الانصاب اه طبعا نمرة اثنين ممكن جدا حتى لو جالوا ضعف الانصاب ممكن يتعالج او ممكن يتعالج طيب النقطة الثالثة لو فرضنا انه هو العلاجات دايما السيناريو المتكرر اللي انا هحكيه دلوقتي مريد جالوا سكر فبدأ يحصلوا ضعف الانصاب فبدأ يلجأ للحبوب خلاص خد الحبوب الاول كان بياخد جرعة صغيرة ربع حباية بقت نص حباية بقت حباية بيجي لي احيانا العيان بيقول انا خدت الشريط بحاله حبوب هنا بنتكلم عن المنشطات منشطات طبعا الشريط بحاله ده ممكن يموت فيها خلاص لكن هو عيني العيان حينهبل عايز يحل المشكلة ولكن بحلها بطريقة خطأة ما ان الموضوع ابسط من كده بكتير وقت ما انت حتاك تتاخد الحبوب المنشطة دي وقت ما كنت محتاك تاخد ربع حباية لو انت رجعت مركز متخصص كان ممكن جدا حيوضح لك ايه اللي ممكن تعمله بحيث ما ترتفعش لدرجة انك تاخد شريط كامل ما بيجيبش معاك نتيجة فدايما البداية المبكرة بتجنبنا مشاكل كتير لكن خلينا نمشي مع السيناريو اللي حاصل دلوقتي ان هو المريض بيسيب نفسه لحد ما الدنيا تتضاهر معاه هل له حل اه ممكن له حل المريض اللي ما بيستجبش على الادواء المنشطة ممكن يستعيد استجابته اه شريحة كبيرة من العينين ممكن تستعيد الاستجابة بتاعتها للحبوب المنشطة طيب اللي مش هيستجيب على الرغم من كل اللي احنا هنعمله اه ممكن جدا نلجأ بعد كده لحانة موضعية ولو فشل لحانة موضعية ممكن نلجأ للجراحة طيب هل الحانة موضعية نتيجة كويسة مع مرضى السكر اه شريحة كبيرة جدا يعني بنتكلم على ما فوق السبعين في المئة مرضى السكر ممكن يستجيبه على الحانة الموضعية ولو الحانة الموضعية مش مناسب بالنسبة له مش مناسب بمعنى مريض مثلا عنده بطنه كبيرة فمش حايدة ريحل نفسه أو مريض عنده نظره مش كويس فمش حايدة ريحل نفسه أو مريض عنده مثلا ارتعاش في ايده فمش حايدة ريحل نفسه فالحالة الموضوعية مش حيبقى مناسب بالنسباله أو مريض عنده تلايف في العضو بتاعه بصورة واضحة فالحالة مش حيبقى مناسب بالنسباله يبقى في الحالة ديات ممكن نلجأ للجراحة يعني باختصار مريض السكر له حل اه له حل احنا كل مهمتنا ان احنا يعني على قد ما نقدر نتدخل بدري عشان تبقى الحلول أبسط وما ينتهيش بي المطاف أن أنا ألجأ للجراح طيب هنا دكتور لو حد بيتفرج علينا مريض سكر وعنده مشكلة ضعف الانتصاب دلوقتي هل ممكن يجي لمركز مصر للذكورة وتستلموا الحالة بمشكلة السكر بمشكلة الضعف بكله مع بعضه ولا هو المفروض يروح لدكتوره الأول ويزبط مشكلة السكر الأول وبعدين يتوجه عليكم لا 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 إحنا بناخد المريك كجوز بصورة متكاملة لا طبعا يعني بتاخد الحالة كاملة حتى بالمشاكل اللي ملهاش دعوة بأمراض الضكورة مباشرة طبعا وأحيانا بيبقى عنده مشاكل تاني إحنا بنتدخل فيها عشان يعني ما يتسبش بالطريقة ديت لا طبعا إحنا بناخد المريك ككل ما بناخدوش كجوزائية خلاص أنا عملت العلامة ليش دعوة خلاص أنت جال عشان نحللك مشكلة تنصاب خلاص أنا حلتها لك ما ليش دعوة بيجي بباقي لا طبعا في النهاية ده بشر هي مسؤولية وأمانة بناءدم يعني إحنا نتعامل مع آلة أنا صلحت الحتة بتاعتي وخلاص وليش دعوة بغيري ويمكن دور الدكتور الإنساني ويمكن أهم يمكن حتى أكتر بكتير من أنه هو يلا واحد مع واحد وساوي اتنين ونعمل الحاجة وخلاص أي مريض احتك بينا يدرك تماما وأنا بقولها والحمد لله يعني مش عايز أقول بكل فخر لا لأن ده حق المريض في البداية إن السيكولوجي بتاعه أو ناحيته النفسية إحنا بنهتم بيها زيها زي الناحة العضوية يعني لا طبعا والمريض بيحس بفرق شاسع من خلال التعامل قد إحنا مهتمي بيه كبناءدم يعني بنتعامل معك كبناءدم ما بتعاملش معك آلة أو كأكيد طبعا طب هنا اسمح لي يا دكتور حسألك سؤال مهم يمكن بعيد شوية عن موضوع علاقة السكر بالضعف هل عندكم في المركز يعني إحنا قلنا آه بيجي وهو عنده السكر وإحنا اللي بنعالجه من السكر وبعدي هنعالجه من ضعف الانتصاب وكل باقي يمكن مراحل العلاج إلى حين الإنجاب بتتم كلها عندكم في المركز يعني لو فيه تجميد لو هنحتاج نوصل مثلا لمرحلة الحقن المجهري لو كلها بتتم عندكم كل ما يتعلق بصحة الراجل هو داخل هذا المركز إحنا بنعمله على المعايير العالمية يعني زي ما نقول إيه طبقا للستاندرد المقاييس العالمية أو على أعلى مستوى بالضبط كده بالضبط كده المريض من حقه يأخذ أفضل خدمة وأفضل نتيجة وما فيش مبرر أن أنا أنزل يعني بمستوى أقل من المستوى العالمي الحمد لله نسب النجاح عندنا يعني مريض السكر له حل له حل يعني إحنا الهدف الأساسي بالنسبة لنا أن إحنا نصله للنتيجة بأبسط الطرق يعني أنا مش هدفي أن مريض السكر أن أنا أركب له دعامة لا أنا هدفي أن أنا أعالجه ولو احتاج دعامة هركبها له ولو ركبنا له دعامة يبقى دعامة نتيجتها كويسة وآمنة يعني الموضوع لازم يتنظر له من الزاوية ديت مش مجرد أنا عايز أدي شكل علاج معايا يعني مش كل مريض عنده مشكلة في الانتصاب مريض السكر عنده مشكلة في الانتصاب خش وحركب لك دعامة لا مش كده خالص أنت لازم تتعامل معاك بصورة موتة كاملة طيب كم في المئة من العينين بيحتاجوا أنهم يركبوا دعامات من مرضى السكر لا زيد عن عشرة في المئة يعني معنى كده أن أنا عندي الشريحة الأكبر 90% يمكن علاجها مش كل مريض عنده سكر يعني تعالى خش حركب لك دعامة وإلا أنا هكتشف أن أنا نسبة مرضى السكر في مصر عدد ضخم يعني أكتشف أن أنا هركب للشريحة كبيرة جدا من الناس مش منطق يعني وده طبعا كمان يعني يمكن فيه ناس كتير بتخاف من العمليات فيه ناس كتير ما عندهاش إمكانيات نهاية تعمل عمليات أو عنده مشاكل صحية تانية تمنحها من عمليات وبالتالي طبعا يعني الأمانة تقتضي أن أنتوا في الأول تحاولوا معاه بطرق أبسط شوية من الجراحة لو عنده مشاكل تمنع العملية نقدر نزللها خلاص لو هو عنده يعني أنا عايزة أقول إيه إحنا بندي الحل المناسب يعني النقطة كلها أن أنا أوصل للحل المناسب للمريض حتى لو كانت العملية مع بعض الصعوبات نقدر نحل الصعوبات ديت ولو هو مش محتاج العملية إحنا مش هندخله في العملية يعني النقطة كلها هي أن إحنا نحقق النتيجة الأفضل للمريض نحقق النتيجة الأفضل للمريض تبقى لظروفه يعني ما جيش لواحد مثلا ما بيشوفش يقوله خد حق المجاري طب أحقنا موضعي أسف طب إحنا كده بتعجزه إحنا كده بعجزه أو مريض مثلا ضخم جدا أنا سقوله لأ طب يعني أنا بدي مثال أو مريض مثلا عايز يعمل علاقة يعني أنا جالي مريض قال لي بالضبط كده أنا عايز أعمل علاقة إن شاء الله مرة كل شهر الحال الموضعي بالنسباله تحفى هو مش حسب إزعاج بالنسباله شاب يعني هي مجموعة مقومات كلها بتهموها مع بعض وبتعملوا توازن بالها بحيث أن احنا نطلع بأفضل نتيجة للمريض أما مسألة إن أنا آه أنا هعمل لك عملية والعملية هتبقى كويسة وخلصت على كده طب أفرض أنا مش محتاجة العملية أصلا أو لو عنده مشاكل صحية ولكن العملية حيبقى فيها مشاكل طب هل ممكن نزليل أحسن وصال لعملية آه يعني عايز عنده تلايب شديد وعمل عملية وفشلت قبل كده آه ممكن نعالجه آه ممكن نعالجه ونعمله عملية وتطلع نتيجتها كويسة آه بإذن الله ممتاز جدا أستاذ دكتور خالد سالم أستاذ جراحة الذكورة وضعف الجنس وعلاج عقم الرجال بمركز مصر للذكورة نورتني وشرفتني في صحتك بالدنيا يمكن جرعة الأمل واللي بناخدها من عنده حضرتك مختلفة تماما يعني كل حاجة بيقولك آه ممكن آه في حل لأن فعلا كل حاجة لها حل لو إحنا تابعنا من الأول لو أخدنا بالنا من الأول لو توجهنا للشخص الصح وبرجع يمكن بقى لي كتير ما أقولش الجملة دي بس أحب أأكد عليها مواضيع دي أو مشاكل الزكورة أو كل الأمراض اللي تمس الرجال في علاقاتهم الزوجية وعلاقاتهم الخاصة ما بقتش من التبهات يا جماعة أنت بتحافظ على أسرتك وبتحافظ على بيتك مش كشف خصوصيات ولا هو كشف عورات بقدر ما هو سعي واجتهاد للحفاظ على أسرتك وعلى حياتك وعلى ساعتك ودي سنة ربنا في الحياة وربنا جعل الناس دول والدكاترة دي والمراكز دي عشان تكون وقفة في ظهرك عشان تكون جنبك عشان أنت تعيش عيش أحسن مساء الخير ومشاهدين أهلا بيكم في فقرة جديدة من صحتك بالدنيا احتباس السوائل في الجسم واحدة من أهم المشاكل اللي بتواجه نسبة كبيرة جدا من الناس واللي بينطق أكيد عنها زيادة في الوزن طب النهاردة هنعرف إيه هي أسباب احتباس السوائل في الجسم وإزاي أقدر أتخلص منها كمان إزاي أقدر أنزل من وزني بس بشكل صحي كل ده هنعرفه مع دفتنا اللي مشارفان النهاردة في استوديو ساحتك بالدنيا دكتورة ريهام العراقي أخصائية التغذية العلاجية أهلا بيك يا دكتور أهلا يا إيناس زي الأمر طبعا ومشارفان النهاردة أنا عايزة أبتدي معيكي طبعا احتباس السوائل ناس كتيرة جدا بتحصل لها خصوصا بقى الناس اللي تقولك المية مفيدة جدا طب أنا عارفة أن المية مفيدة وطول الوقت بشرب مية بس أنا عايزة أعرف مثلا الناس اللي بتعمل دايت الناس اللي عايزة تخس دايما يقولك نسبة المية عالية عندي ومحبوسة طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا المفروضة من المية مفيدة طبعا عايزة بقى أبتدي معيكي عايزين نعرف إيه الأسباب لإحتباس السوائل الأول بعدك طبعا هنعرف إزاي نشرب مية بشكل صحيح خلينا الأول نفهم الناس إنه المية في جسمنا هي نوعين حاجة اسمها إنترا سيلدر اللي هي جوة الخلية نفسها اللي هو دا المكان الطبيعي بتاع المية وحاجة اسمها إكسترا سيلدر اللي هي بتبقى محموسة بين الجلد وبين العضلات اللي هي بتعمل النفخة دي طول ما هي موجودة في المعدل الطبيعي بتاعتها هي موجودة تحت جلدي عادي وأنا مش متضايق خالص أول ما تبتدي تزيد يبتدي الجسم يباني إنه هو منفخ أو بطلع على الميزان ألا إن أنا زايدة في الوزن أو أبقى لسه واخدى الوجبة الفري بتاعتي ولا إن أنا زايدة كيلو أو اتنين كيلو وأنا ببقى فاهمة إن كل دا فقط الحقيقة لأ أنا احتباس السوائل دا أو احتباس المية بيجي نتيجة إن أنا يا إما مش بشرب مية كويس أصلا فده بيخلي تاني سبب إن أنا عندي أملاح زيادة في جسمي جنبي كده كمان طريقة الأكل بتاعنا اللي هي كلها كاربوهادريتز أو نشويات وفيها حاجات فيها معلبات وموالي دا بيخلي برضو السوائل دا الحبس كله دا سوديوم ما هو معنى إن أنا عندي جسمي خزم مية أكتر معناه إن أنا الملحة عندي في جسمي كتير الملح ميلي إحنا بنتكلم عن السوديوم سوديوم دا موجود في كل حاجة عارفة الجبن القريش اللي إحنا طول وقت بننصح فيها لازم تاكل جبن قريش من أعلى الجبن اللي فيها سوديوم فكل الأكل اللي إحنا بناكله هتلاقي فيه سوديوم عشان كده إحنا دايما بنقول ناكل بكمية قليلة وبنشدد دايما إن إحنا لازم نشرب مية عشان المية دي هي اللي بتوازن بقى الأملاح عندي في جسمي هي اللي بتنزل للسوديوم الزيادة هي اللي لو فيه أي هافي متنزق أو معادن تقيلة بتنزلها هي اللي مفيدة للكلا بتاعتي هي اللي مفيدة للعضلات 80% من العضلات مية هو الجدل كله إحنا بنعمل إيه نخلي جسمنا أصلا يخزم مية أنا مش عايزها في جسم فهي ملح كتير جاي من طريقة الأكل بتاع الغلط واللي تشرب المية فيه بقى اللي بيشربوا كتير وطول الوقت هما في التوازلات طول الوقت بشرب المية طبعا طول الوقت بشرب مية زي ما بسمع وهنا دايما بننصح إن احنا دايما نشرب مية عشان متيدة جدا لكل عضاء الجسم بس دلوقتي أنا إزاي بقى أحدد أشرب المية إزاي ووعرف برضو يعني التكنيك بقى إزاي نظام غذائي برضو ما يعمل ليش احتباس السوائل في الجسم طيب المية لها طريقة زيها زي الأكل زي ما احنا بنقسم الأكل على وجبات المفروض برضو إن احنا نقسم المية على كميات لأن أنا لو شربت كمية كبيرة مرة واحدة الجسم يا دوب بيبقى محتاج في الوقت ده كمية معينة كل حاجة زيادة بتبتدي تروح يعني تخرج من الجسم كلها بتسحب المعادة اللي موجودة في الجسم وبتروح في التويلت عشان كم ناس بتشتكي واشرب مية كتير قوي وطول النهار في التويلت أو أنا مثلا مش عايز أشرب مية عشان أنا بره ومش عارف هتصرف ازاي عايزة اوه أدخل فلات فتقسيمة المية المية بتتاخد كده في التاني في التالت وخلاص على كده اللي هي تقريبا بتبقى من نص كبية لكبية في المرة اللي باشرب فيها وبعد كده باستنى شوية واشرب تاني ودايما احنا بنقسمها قبل الوجبات يعني او اشرب قبل الفطار كبية بعد الفطار كبية قبل الغداء بعد الغداء قبل العشاء بعد العشاء ان انا على مدار اليوم وصلت مثلا للكمية اللي انا عايزها ومقسمها اللي هي التقيبا اوه كل بني قدم وليه احتياج معين من المية بتتحسب بمعادلة كده ان الكل كيلو من وزن الجسم 40 ملي يعني مثلا لو انا وزني 50 هدرب 50 دول في 40 فاحتاج ان انا توتل المية بتاعتي يبقى 2 لتر على مدار اليوم لو انا عندي ووتر ريتانشن او حبس سوايل او حبس مية في الجسم لازم ازود عن المعدل الطبيعي بتاعي من لتر للترين ما كترش عن كده لو باتمرن لازم ازود طبعا لان انا جسمي بيفكد كمية مية لو في حر او في درجة حرارة عالية لازم برضو ازود عن الكمية دي بس ليه يا لمت لانه زيادة شرب المية زي ما النقص ليه ضرر وممكن يجب لي دي هادريشن او جفاف الزيادة ممكن يجب لي حاجة اسمها تسمم مية او عرض كده اسمه هايبوناتوريميا اللي هو انخفاض شديد في مستوى السوديوم في الدم زي ما السوديوم زيادته وحشا هو انخفاضه ممكن يعمل لي مشاكل في الاعصاب وفي المخ وفي الكلا فلازم كل البالنس او التوازن في النظام بتاعنا في كل حاجة ده احسن حاجة بالضبط كبه ما نفقدش حاجة او ما ننبع اي حاجة لا نزود قوي ولا نقلل قوي طب انا دلوقتي عايزة يعني لو هنقول مثلا احتباس السوائل ده تمام جدا في نقص الوزن طب انا دلوقتي عايزة انقص وزني وعندي مشكلة الميا دي بس خلي بقى على جنب الميا انا دلوقتي عايزة انزل في وزني بس برضو ما يحصل ليش احتباس سوائل وعايزة يعني عايزة اخس نعمل ايه بقى النوع اول حاجة لازم نعملها ان احنا النظام الغذائي بتاعنا يكون السعرات بتاعتي محسوبة واهم من السعرات الاكل اللي انا باكله يكون بيحفظ لي على الهرمونات بتاعتي هرمونات اهم هرمونين عندي في نزول الوزن هما الانسولين اللي هو مسؤول عن تكسير السكر في الجسم او تزبيت نسبة السكر في الجسم اللي هو دايما لما بيبقى عالي بيبقى احتمالية تخزين الدهون عندي عالي فدايما بروح نحية الحاجات اللي بتزبط لي هرمون الانسولين ودايما الاكل بتاعي يكون بعيد عن المقليات بعيد عن السكر الابيض والزيل الابيض لان دي حاجات بترفع وارد ناس يكون عندها حبس مية ومش عارفة ان ده اصلا حبس مية وفكرا ان دي دهون فهي عايزة تنزل ده فمع النظام الغذائي مع الرياضة مع شرب المية مع تزبيت النوم بتاعي ممكن نلجأ بقى لحاجات عوامل مساعدة طبيعية بتساعدني لو انا مزبط كل ده ومحتاج ان انا اسرع النتيجة بتاعت شوية زي مثلا ان انا استخدم منتج طبيعي زي منتج بيستا هو منتج طبيعي كله الياف وده المنتج الوحيد اللي بيجمع ثلاث الياف مع بعض اللي هو السيليم هاسك واي الشفان وردة الامح كلنا عارفين طبعا ان السيليم الكشور بتاعت السيليم كلها الياف والشفان نفس الكلام والردة كل الناس بتستخدم الحاجات اللي فيها ردة لانه الالياف دي بتعمل بتخش جوه معدتي بتاخد المية اللي موجودة في المعدة وزي ما بنقول بالبلدي كده بتمفش بتتمدد جوه المعدة فبتسحب المية دي كلها بتكون حيس كبير بيسد جزء كبير من المعدة فبدل ما انا كنت هاكل مثلا طبق كبير قد كده او بدل ما انا خارج مثلا وكررت ان انا لغبط او اعك في الاكل او ان انا نفسي اكل حلويات ومش عارف اكل منها او حاسس ان انا الضايت ده هيحرمني من حاجة بيجينا بقى بيمنع بقى يعني الجوع بس طبع بيتحكم لي في الشهية بتاعتي وبيخليني ااكل كميات اقل ومش بس كده يعني الالياف دي اول حاجة فيه تاني حاجة احنا كنا بنتكلم على الانسولين الحاجات من اشهر الحاجات اللي بتزبط الانسولين هو الكروم او الكروميوم الكروميوم ده هو حاجة موجودة اصلا جوه جسمي بوظيفته انه هو بيزبط حساسية الانسولين يعني حساسية الانسولين يعني لما الجسم يفرز انسولين الخلية تحس بيه بسرعة فيدخل السكر ده جوه الخلية عشان تستهلكه في انتاج الطاق فده بيساعدني كتير قوي على حرق النشويات اللي هو 3 اربع اكلنا عبارة عن نشويات فهو اداني تحكم في الشهية سدلي جوعي شوية خلاني ااكل بكمية قليلة ساعدني كمان في حرق النشويات والزيادة كمان انه هو فيه فيتمن سي تركيز طبعا الكروميوم فيكم 100 ميكرو جرام وتركيز فيتمن سي 30 ميلي جرام فيتمن سي طبعا كلنا عارفين انا انا عايزة بقى اعرف كل مكون اصلا هو يعني برضو افاته اي يعني الفيتمن سي ده معروف جدا انه حلو جدا للبشرة وللمناعة والكولوجي او للجلد عمتان latest studies بقى او الدراسات الاخيرة لقيت ان فيتمن سي لدور كبير قوي غير المناعة في حرق الدهون يعني بيقدر انه هو يعليل نشبة حرق الدهون بنسبة 30% بيساعد في الفات اوكسيديش فانا خدت الياف صدت لي معدتي ودتني تحكم في الجوع بتاعي خدت الكروميوم حرق معي نشويات خدت فيتمن سي اداني الفوائد بتاعت الفيتمن سي وفي نفس الوقت حرق معي الدهون فانا عملت كل حاجة في بروديكت واحد بس وحالة مشكلة الاحتباس السوائل بالزبط ما انا دلوقتي عندي فهاشرب ميا مع ده وهو من ناحية تانية هساعدني في ان انا انزل في الوزن فانا لما اطلع على ميزان مثلا او اشوف بلاش ميزان عشان ميزان مش مكياس اوي لما اشوف مقاساتي عاملة ازاي هلاقي ان الموضوع انا بنزل قرادة في الوزن وفي نفس الوقت مع شربي للميا لان هو كمان بيتدوفوا ميا يعني احنا الجرعة بتاعتنا بناخده من طول لثري باكتز بندوبهم على كوبات ميا فانا عندي ثلاث كوبات ميا انا خدتهم اصلا في البرودكت بتاعي فشربت بالزبط فشربت ميا جنب ان انا اخدت حاجة بتساعدني برضو على النزول بتاع الوزن او تصبيت الشيب بتاع جسر هل هو بقى مناسب لكل الناس لكل الاعمار؟ بسي مالوش اي اشار جانبية خالص فما فيش اي حد يقلق منه بالذات كمان الناس اللي عندها امراض مزمنة زي مثلا السكر زي كوليسترول زي قلب الحاجات دي هو امن جدا بالعكس ده بيساعدهم كمان لان انا زي ما قلتلك هو فيه كروميوم وكروميوم بيزبط السكر في الدم فاللي عندهم سكر مش هيبقى عندهم اي مشكلة خالص بس ده لازم يبقى تحت طبعا اكيد ده اشراف طبعا لازم اشراف يعني هو متوفر في كل السيدليات طبعا الناس كلها تقدر تجيبو بس انا كاخصائي انا اللي بقولك انت محتاج منه قد ايه ومحتاج تاخد كم كم واحدة في اليوم على حسب حالتك لان الناس متفاوتة ورد جدا حد يكون هو جسمه حلو جدا مش عايزة تزيد في الوزن فبتاخده يا دوب عشان تحافظ بس على وزنها فدي لها جرعة حد مثلا زيت في الوزن ده طبعا اوه استباد في الوزن ده دي قصة كبيرة اوي لازم نتكلم فيها ده تقريب اصعب من التخصيص دي حقيقة دي قصة كتير بقى هنتكلم فيها ونقول اسبابها طبعا طبعا اوه عايزة بس هو امن وللاطفال كمان امن للاطفال من فوق 12 سنة طب انا دلوقتي خلاص انا اللايف ستايل بتاعي ان انا هاخده قبل الاكل انا عايزة بقى اعرف الوجبات هل يعني اكيد بيبقى فيه يوم فري يوم يعني شانقول يوم فري نقول مثلا وجبة فري هل عادي برضو مع الاكل العادي الطبيعي المصري بتاعنا يعني هل بينفع برضو بيخاليكي طبعا هتاكلي كميات قليلة بس بقى بياخد وقت مثلا قد ايه عشان اقدر اشوف يعني مثلا نتيجة كمان خلينا نتكلم على انه اليوم الفريدة الفريدة اوه اليوم الفريدة اساسا عارفة لما بتطلعي على المزان بعدها بيوم و تلاقي نفسك زايدة 2 كيلو دول مش دهون ماشي لانه عمري ما فيه بني ادم بيخزن دهون مهما وصل بالكالوري في يومين لا دي كلها حبس ميا انا دخلت نشويات كتير عارفة النشويات عارفة لو حطتي مثلا نص رغيف عيش او رغيف عيش حطتي في ميا بيبقى عمل ازاي اوه بينفش بيبقى ادي كده كل النشويات اللي انا كلتها دي شالت الميا اللي موجودة دي فجسمي كله حسيت انه هو نفش وكل ده ميا على المزان فبس دي معلومة كده الناس تخلي بالا عشان الناس بيبقى عندها هاجس كده او بتخاف احنا مش بنقول الناس ان هي تتحرم من حاجة في حاجات مساعدة زي بيستا يقدر يساعدنا في ده واحنا ماشيين على لايف ستايل طبعا صحي في الاول وفي الاخر النظام الغذائي بتاعي عليه سبعين في المية من النتاج اللي انا عايز اوصل لها زي ما كنت بتقول يا اي ناس هو انا اقدر بعد قدقيه انه في الاول وفي الاخر انت مجبر بالتزامك بطريقة اكلك عاملة ازاي طبعا ناكل كل حاجة نبسنا فيها بس البروريتي او المقام الاول لانه الاكل يبقى صحي ولو انا معزومة في خروجة عايز اكل حلويات بيستا هيساعدني جدا في ان هو يكونترول الكصة دي او يتحكم فيها او ما يخلنيش ان انا ابقى حسيت ان انا عملت كوارث طبعا يعني انا مثلا لو قدامي مولتن كيك مثلا او حتة كيكة كبيرة واحد بيضة عفتها وانا خلاص قاعدة بص ببوسلة لو ايه انا هاكلها كلها لو انا خدت وقابليها بربع ساعة او تلت ساعة هلاقي ان انا اصلا حسيت ان انا نفسي اتقفلت فهقدر اكل من الحاجة دي بس يدوب هاكل معلقة اثنين ثلاثة اربعة وخلاص بعد كده مش هقدر اكمل فهو خلاني اكل حاجة نفسي فيها اهم حاجة وبعد احنا في مصر الاكل بس اهم حاجة مشكلتنا مش الاكل والله ولا نوع الاكل مشكلة ان الواحد بيضعف دي حاجة مهمة جدا خصوصا انها مواد طبيعية طبع فعشان كده بقول انه دايما مش اي حاجة اكيد ناخدها الا تحت طبعا اشراف طبي وحاجات طبيعية جدا ودايما هتكوني معانا يا دكتور انا بشكرك جدا انا بشكرك بشكرك طبعا دكتورة ريهام العراقي واي حد عنده اي استفسار او سؤال هيكون معانا طبعا على الشاشة صفحة الفيسبوك اللي حابب يستفسر اكتر عن مكونات بيستا او حابب انه هو يسأل في اي حاجة عن انقاذ الوزن او موضوعنا النهاردة احتباس السوائل ودي كانت فقرتنا اتمنى تكونوا ان انتوا طبعا استفدتوا فقراتنا كتيرة جدا خليكوا دايما معانا ما اصلاحاتك بدوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة